إلينا في اليوم من القدس المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أفير جندلمان أهلا وسهلا بك معنا في اليوم بداية ما هي المعايير الأساسية التي اعتمدتم عليها في رفض هذا الاتفاق نحن قلنا من أول يوم بأن لا يمكن أن يسمح لإيران باحتفاظ القدرات المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية ولكن في إطار هذه الصفقة هذا الاتفاق سيسمح لإيران باحتفاظ جميع المقاومات المطلوبة لإنتاج العشرات من القنابل النووية على مدى عشر سنين أو أقل لذلك نحن نقول بأن هذه الصفقة لم تنجب الهدف المأمول من هذه المفاوضات وبالتالي هذه الصفقة لم تتطرق إطلاقا إلى السياسة الإيرانية العدوانية في المنطقة إلى الإرهاب الإيراني إلى النداءات والسياسة الإيرانية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل لذلك نعتقد بأن هذه الصفقة ناقصة وخطيرة بالنسبة للتفسير إذا كان التفسير الرسمي أو توصيف القانوني لما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانيهو حين قال بأن بلاده غير ملزمة بالاتفاق مع إيران ما الذي يعنيه بهذا الكلام؟ هذا يعني بأن إسرائيل لم تكن طرفا في هذه المفاوضات هذه المفاوضات أو هذه الصفقة تشاكل خطرا على وجودنا لأنها تسمح لإيران في نهاية المطاف بامتلاك الأسلحة النووية وصواريخ الباليستية بعيدة المادة التي تحمل الرؤوس الحربية النووية لذا لا يمكن أن نقبل بهذه الصفقة لأنها تعرض أمننا للخطر نحن طبعا لنا الحق والواجب الدفاع عن أنفسنا من هذا النظام المتطرف الذي يدعو يوما بعد يوم إلى قتل شعبي هل تعتقد بأن ذلك سيؤثر على العلاقة ما بين إسرائيل والبيت الأبيض أمريكا؟ توجد خلافات في هذه القضية بيننا وبين الإدارة الأمريكية هذا ليس صرا ولكن نحن على علاقة مع جميع الأطراف والجهات المعنية في الإدارة الأمريكية حول هذه القضية الموقف الإسرائيلي من الاتفاق مع إيران معروف ومعلوم منذ زمن طويل وطبعا رئيس الوزراء سوف يواصل هذه الجهود من أجل تعزيز الموقف الإسرائيلي ومن أجل ضمان بأن المناخ الدولي سوف لن يسمح لإيران بانتلاق الأسلحة عندما تتحدث عن جهود ما هي هذه الجهود؟ وهل هناك استراتيجية معينة ستتخذها إسرائيل من أجل حجد الدعم دولي ضد هذا الاتفاق؟ نحن سنعمل مع دول المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة في هذه القضية تقصد الكونغرس بالولايات المتحدة؟ الكونغرس هو أمر أمريكي داخلي المداولات في الكونغرس حول هذه الصفقة نظر في الكونغرس في تفاصيل هذه الصفقة هذا هو أمر أمريكي داخلي ولكن نحن لنا موقف من هذه القضية التي هي قضية أساسية بالنسبة لنا وبالنسبة للمنطقة نحن لسنا لوحدنا في معارضة ورفض هذا الاتفاق توجد أيضا دول عربية ترفض هذه الصفقة التي تشكل خطرا على جميعنا في ظلم تمر به هذه المنطقة من تفكك وأزمات صعبة للغاية إذا كنا نتحدث عن سوريا، اليمن، العراق وغيرها ألا تعتقدون أن هذه الصفقة ممكن أن تؤتي بأمان معين بهذه المنطقة؟ العكس للأسف هو صحيح لأن بعد هذه الصفقة بعد أن تتلقى إيران مئات المليارات من الدولارات سيتم صرف هذه الأموال الطائلة على الإرهاب وعلى القتل ومن سوف يعاني من هذه الصفقة؟ الشعوب العربية إيران تتدخل في أربع دول عربية هي تسيطر على أربع عواسم عربية وهذه الشعوب العربية سوف تعاني من تعزيز النفوذ الإيراني وتدخل الإيراني وتعزيز الممارسات الإرهابية والعضوانية والاحتلالية الإيرانية في هذه المنطقة هذه الصفقة لا تبشر بخير لأحد في هذه المنطقة وأعتقد أنه يوجد إجماعي قليمي حول هذه القضية نعم، استمعنا إلى انتقاد نتانياهو لهذه الصفقة هل كان هناك أي اتصالات من قبل مسؤولين إسرائيليين بمسؤولين أمريكيين في هذا الصدد؟ طبعا، كانت اتصالات مستمرة نحن كنا في حيثيات هذه التفاصيل وعبرنا عن موقفنا الرافض لتفاصيل هذه الصفقة والاتصالات مستمرة ولكن أريد أن أذكر إيران قد انتهكت جميع تعوداتها سابقا بما تعلق بتفتيشات الدولية بما تعلق بالمرضة والعسكرية قالت بأنها لن تمتلك الأسلحة النووية ولكن هذا البرنامج النووي الإيراني كله مؤسس على المقاومات المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية للأغراض المدنية بالنسبة لإسرائيل، ما هي الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة هي طبعا مواصلة بحث هذه القضية مع الدول المعنية وشرح الموقف الإسرائيلي وطبعا هذه القضية سوف تكون على رأس سولم أولوياتنا في الفترة القادمة هل سيتم الضغط على الكونغرس من أجل عدم القبول بهذه الاتفاق؟ مرة أخرى هذا هو أمر أمريكي داخلي نعم أمر داخلي لغاية الآن أنا أود أن أشكرك على وجودك معنا على كل هذه الإضاحات أفير جندرمن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية شكرا جزيلا لك